دايماً بيقولوا كده وزي ما كنت بقى تكلم مع زميلي أنه الأخبار المبهجة لا تأتي فرادة يعني بتبقى حاجة كويسة في الغالب بتبقى وليدة فكرة كويسة أو مبادرة كويسة وينتج عنها نتائج كويسة وعرفش ليه النهاردة وانا ببتدي الحلقة فتكارت البوست بائس كده كان منتشر على السوشيال ميديا من فترة هفكركم به معرفش المشكلينة أريناي لكن قصة كده بتحكي عن إزازة الميا وإزازة الميا اللي في الكشك تمانها 3 جنيه وفي الكافية تمانها 20 جنيه وفي مكان غالي جداً جداً تمانها 50 جنيه وبيتكلم يعني الشخص اللي كاتب الموضوع ده وبيحكي يعني أنه فأنت لازم تختار أنك تكون في المكان الصح عشان تتقدر صحه وعشان إمتك تغلى الحقيقة يعني النهاردة ما عرفش ليه بفكر بالعكس تماماً أنه طول الوقت إحساسنا بالقيمة دايماً نابع من القيمة المادية للحاجات اللي بتتدفع فيها الحقيقة أنه مثلاً إزازة الميا دي قيمتها الحقيقية أنها بتروي العطش فبعض الناس بيدركوا قيمتهم الحقيقية فقيمتك الحقيقية لو أنت حضرتك معتبر نفسك إزازة الميا أنك بتروي العطش أنك بتعمل دور حقيقي مش قيمتك أنك سعرك 3 جنيه أو 20 جنيه أو 100 جنيه وش هي دي القصة أو ش هي دي المورال يعني أو الموضوع اللي إحنا ممكن نهتم بيه ونفكر فيه بنفس القياس بقى نفسي أقول لكم أنه إحنا ساعات بنصدر حاجات ونديها إيمة أكتر من اللازم ونعتقد أنه العدد دا إيمة يعني كل ما هو بيعمل مشاهدات كتير وبيعمل دوشة كتير وبيعمل ألأ بنعتقد أنه هي دي النماذج الموجودة وبندلها إيمة كتيرة تحديداً في قطاع كده مظلوم في مصر أو مش في مصر في العالم كله مظلوم جداً الشباب دايماً نقول كده أنه بصوا على السوشيال ميديا بصوا الفيديوهات التفهة اللي بتعمل مشاهدات بصوا الحاجات اللي ملهاش قيمة اللي بتعمل مشاهدات ونشارك الحاجات دي ونتنظر بيه إحنا النهار دا ببساطة عايزين يقول لكم إن القيمة الحقيقية في التأثير وإن شبابنا حقيقي عندهم قيمة حقيقية تتقدم مش بقى حطوهم بس في المكان بالسعر المناسب لا حطوهم بس في المكان المناسب اديهم الأليات المناسب اديهم حلم وديهم مشروع عشان كده إحنا النهار دا فقرتنا أو حلقتنا هيكون معانا شباب مصري الفائزين في مسابقة إناكتس 2022 وإناكتس مسابقة عالمية للشباب هنتكلم معنا في وقتها لكن بس عايزة أشجع حضراتكم وقول لكم لأنه فيه ناس بتعمل قيمة حقيقة وبتعمل تأثير حقيقي فيعني دا عنوان كبير ومهم موجود معانا النهار دا